أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الصباح المبارك سأقدم لكم موضوعا مهما وهو مسؤولية الأبناء نحو الوالدين أيها الحادرون الأعزاء قال الله تعالى في الكرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم يزهر لنا من خلال هذه الآية الكريمة أن بر الوالدين واجب للإسلام لا شك أن الوالدين أهم الأعضاء في الأسرة وهما قد ذاق ألوانا من الصعوبة من أجل سعادة أبنائهما لذلك جاء الله للأبناء مسؤوليات عديدة نهو الوالدين من بينها أولا يجب على الأبناء طعاة الوالدين وعدم مخالفة أوامرهما ما دامت الأوامر لا تخالف أوامر الله وكذلك نهى الله الأبناء عن عنقوك الوالدين والكلام معهما بكلام بذيء ثانيا يجب على الأبناء الدؤاء إلى الله من أجل سعادة حياة والديهم في دنياويا وأخراويا في كل وقت لا سيما بعد كل صلاة ومن الدؤاء الوالد في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اغفر لي ولوالدي ورحمهما كما ربياني صغير صدق الله العزيم أيها المستمعون الكرام ثالثا ينبغي للأبناء أن يبذلوا قصار جهورهم لتحقيق النجاح أعرفنا أن الأبناء كرة أعين للوالدين ونجاه الأبناء هدية سمينة للوالدين لا سيما النجاح في الدراسة رابعا من مسؤولية الأبناء نحو الوالدين أيضا مساعدتهما في شؤون حياتهم اليومية مثلا الإبن يساعد الأب في غسل السيارة والبنت تساعد الأم في الغسل والطبخ وغيرها وخلاصة القول على الأبناء أن يؤدوا مسؤولياتهم نحو الوالدين أحسن تأدية حتى ينالوا رضا الله لأن رضا الله في رضا الوالدين وأخيرا أقول قول هذا وأستغفر الله العزيم لولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة